بعد الاعلان عن تحالف جديد ضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردوساني وتسميته لجعفر الصدر مرشحاً لرئاسة الحكومة بدأت نظر الصراع تتصدر المشهد السياسي ولسيما بعد الاتفاق على تسمية رئيسي الحكومة والجمهورية والاستعداد لتمريرهما في جلسة البرلمان يوم السبت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردوساني هوشكر زيباري قال إن التحالف الثلاثي أثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق على ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردوساني لرئاسة الجمهورية ومرشح التير صدري لرئاسة الوزراء لإنقاذ العملية السياسية بحسب وصفه مضيفا أن الطرف المعارض سيسخر كل أدواته الإعلامية والقضائية لإبطاء وتحريف العملية وبالفعل فعلى الجانب الآخر لوح اتلاف دولة القانون المنضوي تحت لواء الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات لوح بعرقلة جلسة السفت لتسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردوساني لرئاسة الجمهورية مدعيا أن التوافق بين الكتل يجب أن يكون هو الأساس في اختيار مرشحي الحكومة ورئاسة الجمهورية تصريحات أكدها الاعتقاد سائد لدى تحالف الفتح على قدرة الإطار التنسيقي على جمع الثلث المعطل والتعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس مبينا أن ذلك يمثل رسالة إلى الكتل السياسية الأخرى على أن الإطار الممثل للميليشيات قادر على تعطيل تشكيل الحكومة وما بين الحراكة السياسية للتحالف الجديد لتأمين نصاب جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية وبين التلويح بالتصعيد وإفشال هذه الجلسة من قبل الإطار التنسيقي تبقى نظر الصراع شاخصة وتشي بوضوحا إلى تعقد المشهد السياسي أكثر وأكثر بسبب الانسداد الحاصل بين الطرفين وتعمق خلافاتهما في صراعهما على السلطة والمناصب في الحكومة التي لم تشكل رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات